أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم معلومة صح هناك مجموعة من العلامات التي تدل على أنك حامل بتوأم تكون أعراض الحمل لديك صعبة جداً ففي الحمل الطبيعي تكون الأعراض طبيعية وعادية لكن في حال كنت حامل بتوأم هنا الوضع يختلف تماماً فمثلاً إذا كنت حامل بتوأم ستجد نفسك تتقيئين بشكل مستمر مرهقة جداً تشعري بسوء هضم وانتفاخ في المعدة فإذا كانت هذه الأعراض لديك فعلى الأغلب تحملين في رحمك طفلين أما إن لم يكن لديك كذلك فهنا يكون حملك خطير وغير عادي زيادة في وزنك وبشكل غير طبيعي تحديداً في شهور الثلاثة الأولى من الحمل فستلاحظين زيادة رهيبة في وزنك في حجم رحمك عن الوضع الطبيعي له وهذا يتم اكتشافه من خلال زيارتك للطبيب تزداد معدل ضربات القلب لديك فإن ذهبت إلى الطبيب وتأكدت من حملك بتوأم فهنا لا يجب عليك أن تقلقي من زيادة ضربات قلبك يرتفع مستوى هرمون الـ HCC لديك وهو هرمون ناتج عن الغدد التناسلية ومن المفروض أن تخضع لفحصه بعد عشرة أيام من حملك ففي حال كان مستوى هذا الهرمون عالي جداً فعلى الأرجح أنت حامل بتوأم في حال كان عمرك أكثر من 30 فإن فرصة حملك بتوأم تكون أكبر شعورك بالتعب الشديد وذلك لأنك تقومين بتغذية جنينين في نفس الوقت إضافة إلى الضغط انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات